كامل حد بقى نشوف كمان الجزيرة عمل ايه مع مدافعين النادي الاهلي شوف الكرة دي برضو بوس الجزيرة اهو بيروح بكرة بوسط اتنين المدافعين رامي ربيعة ومحمد عبنعم اللي اتنين مش قادرين عليه بيعافر عمال بيدغدغ فيه مهمة اللي اتنين مش بتديهم فرصة وحين بقى الوقف هقول شوف محمد عبنعم في الكرة دي انت النهاردة العيب دولي والعيب بتلعب بتمسل منتخب مصر وتمسل النادي الاهلي وبتلعب بطورة كبيرة زي بطورة الدور الممتاز وبطورة ابطال افريقيا كرة زي دي تقدر تخصرك وتقدر تاخد فيها كارت احمر لو حكم غشيم وحكم متسرع يديك كارت احمد لان انت قمت ضربت الفرود ودي من اللقطات اللي ماينفعش لازم محمد عبنعم يراجع نفسه بشكل كبير جدا هاريك كرة تانية اللي محمد عبد المنعم يقولك ان محمد عبنعم ما بقاش في تركيزه مش ده محمد عبنعم اللي انا عرفقه ارجع لها ارجعت الكرة من الاول بص هنا محمد عبنعم دي كرة ايه قاوت يعني بالايد يعني الكرة بالايد بص محمد عبنعم بيعمل ايه وقف اشتغل الكرة ماشي الكرة بص محمد عبنعم بيعمل ايه بيقلش كرة بالايد هل محمد عبنعم في امكانيات وفي العيب بيلعب في النادي الاهلي بيعمل ده طبعا ده صعب جدا وكرة لولا تدخل الفارب بعد احتساب كابتان ابراهيم نور الدين الكرة ده رقل الجزاء كان هتكلف نادي الاهلي مشكلة كبيرة جدا اه ده من التماس برضو دي من الحاجات اللي اتميز بيها نادي الزمالك بشكل كبير جدا هنا وسام أبو علي طبعا خدع الناس كلها خلي بالك في الكرة دي يعني سبت دفاعات النادي الاهلي مصطفة عمل تصدي الاولاني كويس جدا بص تقلقوا الجزيري ورجل حطت قلب من الحديد فالجزيري هو رجل المباراة بشكل كبير جدا بعد الهدف ده نادي الزمالك فيه كرتين اما تيجي تتفرج عليهم يا كريم يقدر كان يعلي النتيجة على النادي الاهلي خلاص النادي الاهلي بقى بيهاجم بكل خطوته هتفرج على الكرتينهم في الدربة الركنية كل لعبة النادي الاهلي بص تقطعت الكرة الناس زمالك يعمل المرتدة سيد نمار تمام والسرعات هيت ولا الجزيري في السرعات وبص بقى كام هنا اربعة ريحين اوه بقى بص اربعة من النادي الزمالك على كام على اتنين من النادي الاهلي ادي اربعة هم ابيض واثنين جوة تمنتاشر بس هما اللي ايه النادي الاه في حجمة بعدها ماشي كورة دي ماشيها وهنا اللولة تصدم الصفة شبير اللي اخطر من الرائع كانت ممكن تكلف النادي الاهلي هدف تاني وتعلي النتيجة بدل اثنين واحد يبقى تلاتة واحد